اشتركوا في القناة تستقطب في ألاف بالملايين السواع بجمالها وطيبتها وبأحذانها المحلولة هذه جربة تسالح بن يوسف هذه جربة تسالح بن يوسف اليوم ادخونها رجالها اقبل انساها اين عم كل واحد عامل فيها سايح في بلاده كل واحد يتزول وكأن شيئا لم يكن القطعوه الانتخابات السياسي والانتخابات يتخلينا في الزبلة لا حشنا شبه كان الزبلة يخلي كلهم يجيوا جارعوا يدخل مبيعهم يخل مشبهنا اللي حب صوتنا يحلل مشكلتنا مبادرة البعث العريضة هذه تولدت على صفحة التواصل الاجتماعي صفحة المسكوت عنه في جربة وتبنتها معناها معظم تقريبا مكونات المجتمع المدني في جربة الهدف منها هي يعني بعد الضيم اللي تعاني منه جزيرة جربة في السنوات الأخيرة يكون سواء في الستين سنين يعني في حكم الاستبداد أو حتى بعد الثورة يعني عانت من تهميش كبير المبادرة هذه القاتل تحسين الجميع والقاتل تحسين المواطن خاصة فانتلقنا يعني تقريبا من أسبوعين الحملة باش تتواصل ما يقارب عن الخمسة أجهر في جمع الامضاءات احنا الهدف متاعنا مئة ألف امضاء الجزيرة توا تقريبا في التعداد الأخير للسكان بعد مئة وثمانين ألف ساكن نتمنى ونوصلوا للمئة إذا كان مش أكثر مئة ألف إذا كان مش أكثر نحب منكونوا مستقلين خطر راح توا تابعين ولاية مدنين وما لنا شيء معنا دجا احنا نأخذ من الميلاد المدين لذي أخذنا حد شك فمتاك خذينا كان لذي نكون فينا باش نواجهه لرأي العام احنا مع بلايات جربة لكن ما هيش نظرة غنصرية او يعني فمت ولا محاولة يعني الاستقلالية بين فوصيين عن البلاد تونسية لا توقف جربة تتبع جربة تتبع تونس ويجوز لا تجزة من تونس ونحن مع وحدة يعني الوحدة الترابية لتونس لكن ماذا بينا ثم هناك استقلالية مالية خلي هناك مجلس ربما جزيري يهم بكل ما ينظر في كل ما يتعلق دي مطالب جربة ويكون قادرة ونتحمل مسؤولية احنا في حلول مشاكل بيئية في جربة او المشاكل القبر الجزيرة هذه فيها ما يقرب عن مئة وتسعين الف ساكن يزمنا نصدر المئة الف ساكن لكي نتمكن من عرضها على البرلمان التونسي الجديد رأييي لمش ادفع عليكم منظمات ولأحزاب ولجمعيات انتو مع امذاءاتكم ووجودكم ووقفتكم وتجندكم هم الرهيات الوحيد هم الضامن الوحيد في انكم تتحصلوا على درجة الولاية او درجة الجهة لانه دستور جديد ما فيهش ولايات بل فيه جهات تمكننا بشكل انفس باش نزلقوا كلمة في دستورنا العظيم وقولوا بعض المناطب ذات الخصوصية ممكن ان تتحصل على درجة الجهة وامتيازات الجهة يعني غدوة في الايام وخريطة تونس اللي مقسمة وساحة الوسط وشرق باش توالي بخطة كي مريول لكيب افريكان ما بشي تكلم عليكم حد الناس سكرت سكة لمندت ساعتين وتحصلت على اللي حابة عليه وناس اغلقت مصادع لمندت ربع ساعة وتحصلت اللي حابة عليه يقول قائل هذو ما رقدوا قاموا وقاموا يناديوا بولاية زعمة اشد ربهم في عقوله انا نقولكم فقط انه ميزانية ويلاية تبلغ ستة وثمانين مليون دينار ميزانية بلدية كما بلدية حمت السوق ما تتجاوزش المليار اشنو مصيركم التنمية اشنو مصيركم من الاعانات الاجتماعية ومن احداث خطط العمل وشنو مصيركم من الانفرسريكتور البنية التحتية مع العلم انه الجزيرة هذي قبل الاستقلال كانت تسلف كولاية يعني بعد الاستقلال ارتقت مدن الى تصنيف ولاية وجزيرة جربة انحدرت الى تصنيف تشهر معناها بالمختصر المفيد الجزيرة هذي الوحيدة في دروف الجمهورية اللي قاعدة توخر بالتوالي كما يقول لك السيد وخر وخر اظهر لي بهيه مفاق اشتركوا في القناة